بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عياد فيديو جديد من حل المشاكل المستخدمين مع سورو دوركس من خلال شرح ادادات البرنامج يلا با نبدأ مع بعض بعد كده عندي الخاصة بيه تاتش اللمس دي ان شاء الله هنخليها في حالة واحدة هنتكلم عنها هي وهنعرف ازاي بنستخدم الشاشات اللمس في التصميم وهيكون كله ان شاء الله موضوع واحد في حلقة واحدة هنرابع على كده بقى على الهول وزرد اند تول بوكس علشان نشوف الخاصة بها ولما نلاقي ان الهول وزرد والتول بوكس موجودين في اعدادات واحدة فده معناه انه مرتبطين ببعض جدا وده فعلا الطبيعي فتعال بقى نشوف الاعادات الخاصة بهم ونركز فيها لانه يمكن اكتر جزء في الاعدادات بحتاجين نركز فيه جدا اول حاجة عندي بلاقي الهول وزرد اند تول بوكس فولدر الملف اللي موجود في البيانات والمعلومات الخاص بالهول وزرد وسند هو الادوات التول بوكس وتحت منه بلاقي المزار اللي موجود فيه المجلد بتاعي اللي في البيانات دي طبعا انا قدر اعمل آآ مجلد تاني واضيف فيها بيانات تانية تخص وهول والتول بوكس وادخل اعمل براوس من هنا واختاره واضيفه عندي ويكون ده المزار الافتراضي اللي انا اختار منه او اني طبعا بافضل على المزار الطبيعي الخاص بيه المكتبة والخاص بيه البوكس بصفة عامة وبشتغل عليه وده الطبيعي اللي كلنا شغالين عليه بعد كده بلاية تحته خيار لما بفعل خيار ده فانا هنا بقوله ان ده هيكون الموقع الافتراضي للعناصر اللي انا بحتاجها من سندوق الادوات عايز اجيب مصمار سامولا بنز بيليا اي حاجة انا عايز اجيب من سندوق الادوات فعلى طول هيروح يدور في الموقع ده طبعا لو انا لغيت الاختيار ده فهنا مش هيبحث داخل الداتا دي والخيار ده بالمناسبة مش متوفر على بعد كده عندي الكونفجر وده اللي بنعمل منه تكوين لسندوق الادوات لو ضغطنا عليه كده المفروض ان هو بيفتح لي الكونفجر اللي احنا شايفينه قدامنا طبعا ده شفناه قبل كده مع بعض في بس اتكلمنا عن جزء واحد منه بس وهو الهول وزرد ما شرحناش الباقي هنتكلم عنه كل دلوقتي تاني بالتفصيل بس بعد ما نخلص الاول باقي العديدات اللي قدامنا وبعدها هنتكلم عن الكونفجر ازاي بنعمل تكوين اصلا للتول بوكس بعد كده عندي تول بوكس توسكبان وهو سندوق الادوات اللي موجود داخل جزء المهام اللي بيكون على يميني الشاشة طبعا كلنا عارفينه بلاقي فيه اعداد واحد بس وهو ديسبلي تول بوكس فيفورت فولدر داخل التول بوكس اللي موجود فيه جزء المهام في التوسكبان فيه عندي مجلد اللي هو الفيفورتس المفضلة الحاجات المفضلة بالنسبة لي اقدر اضيفها فيه الخيار ده بس بتحكم في وجود المجلد ده من عدم ظهوره حاليا هو مفاعل الخيار ده يعني المجلد موجود لو قلنا اوكي وروحنا على الديزاير اللي بيراري هلاقي عندي التول بوكس بلاقي اول مجلد موجود عندي الفيفورتس اللي احنا بنتكلم عنه لاننا نفعل الخيار ده لو رجعنا تاني على وروحنا على عندي تول بوكس وجيت على الخيار ده ديسبلي تول بوكس فولدر ولغيت تفعيله اوكي رجعنا تاني على التوسكبان التول بوكس مش هلاقي المجلد ده موجود مفيش عندي مجلد اسمه بعد كده عندي تول بوكس ميتس اه ده خاص بالاسيمبلي هنخلي لما نتكلم عن الاسمبلي لان هو شرف طويل شوية فمش عايزين نطول في الابشنز الاساسية فهنخلي ده مع الاسمبلي وعشان نقدر نوضحه اكتر بعد كده عندي الهول وزارد سيتنجس اعدادات الهول وزارد دي اعدادات خاصة باستخدام فتشر الهول وزارد طيب ايه اللي موجود فيها عندي خيارين اتنين بس الخيار الاول بيقولي بريفيرس سيتنجس فور اتش هول وزارد هول طيب والخيار التاني بيقولي ترانسفير سيتنجس وينتشينجنج هول وزارد هول طيب لما بنكون شغلين على تصميمه وبعدين بنعمل هول وزارد على التصميم ده فالطبعي ان احنا بنخش نفتح الهول وزارد نختار شكل معين للحفر بتاعنا او السوق بتاعنا بعد كده بنضيف الابعاد الخاصة بيه او المواصفات بتاعته زي القطر السرد الطول بتاعه المسافة كل الاعدادات دي فهنا بقى فيه سلوك في الهول وزارد لحفظ الاعدادات دي احنا بنتحكم فيه من خلال الاتنين اوبشن اللي موجود معنا هم ازاي الاختيار الاول اللي هو البريفيرس سيتنجس فور اتش هول وزارد هول طيب ده بيتبع سلوك بنسميه السلوك القديم في الاعدادات وده بيحفظ الاعادات الخاصة بكل نوع من انواع الحفر اللي بتنشئها او انواع السقوب اللي بتنشئها يعني لو انا عملت سوق بمعين او اخترت نوع معين وحطت عليه اعدادات معينة وبعدين اتنقلت رحت لنوع تاني فبلاي اعدادات تانية خاصة بيه يعني كل نوع بيحتفظ بالاعدادات الخاصة بيه هو بس لو اتنقلت على نوع تاني فالاعدادات دي مش تتنيل معاك هتروح تنشئ اعدادات غيرها وده طبعا السلوك القديم اللي كان موجود في سور دوركس لحد اصدار 2015 من بعد 2015 ظهر عندي السلوك التاني اللي هو وده بينقل الاعدادات من النوع اللي انت كنت شغال عليه للنوع التاني يعني لو انا عملت نوع معين وبعدين رحت عملت نوع تاني جديد الاعدادات اللي انا عملتها على ده هتتنقل تاني تروح على التاني وده السلوك اللي اشتغل من بعد اه 2016 فلحد 2015 كان السلوك الاول او الاختيار الاول ده بس هو اللي موجود من 2016 او في نسخة 2016 بس اصبح السلوك التاني ده بس هو اللي موجود في 2017 ظهر السلوك الاتنين موجودين عندي علشان اختار اللي انا حبه لو انا على 2017 حيب اشتغل على السلوك القديم اشتغل عليه عايز اشتغل على السلوك الجديد اشتغل عليه لكن من اول 2018 بنلاقي على طول ان السلوك الجديد شغال اه بطراء افتراضية يعني لو عملنا كده كده للصفحة وعملنا هنلاقي ان الخيال التاني ده هو الافتراضي لكن الاتنين موجودين معايا قدر اختار بينهم فهنعمل كده مثال على كل نوع منهم لو اشتغلنا على النوع الاول طيب هنختاره وهنجرب بقى نشتغل نعمل كل نوع من انواع الحفر محتفظ بالاعدادات الخاصة بيه ما تتنقلش للتاني وقلنا اوكي وروحنا على الهول وخدنا النوع الاول وهو الكونتر بور واخترنا مثلا ام ستة وجينا على السطح ده وحطينا خفرة هنا طبعا احنا كنا عامل حلقة كاملة عن الهول وزرد ممكن ترجع تفرج عليها سيبالكم برضو في صندوق الوصف وبعدين نروحنا بقى تاني بعد ما عملنا دي طبعا دي ام ستة هنروح بقى نعمل هو الوزرد التانية وهنروح المرة دي نختار نوع تاني اللي هو الكونتر سينك هلاقي عندي الحجم اتخير ام فايف يبقى هنا احتفظ بدا مقاساته لنفسه وهنا احتفظ بالنوع التاني مقاسات للوحده اللي هي الام فايف على السلوك الاديم على الوزيشن ده هنختار السطح ضيفنا حفرة بتاعتنا اوكي عملنا كل واحدة باعدادات لوحدها على السلوك الاديم طب عايزين بقى نشتغل على السلوك التاني هنروح على وهنروح على وهنختار السلوك الجديد اللي هو طيب اللي هو هينقل الاعدادات من آآ كل نوع للنوع التاني وهنقول اوكي والمرة دي برضو هنروح نعمل تانية هنختار وهنضيف مقاس ام ستة هناخد مسلا السطح ده وهنضيفه هنا اوكي وهنروح تاني على الهول وزارد المرة دي هنختار النوع آآ ستريد تاب وهنخليه هنا تاب دهول هنلاقي الحجم على طول عندي جاي ام ستة مع طبعا اضافة آآ في وان اللي هو طبعا مقاس الخطوة لان احنا اختارنا نوع تاني هيكون آآ في سرد فجاب لي ام ستة في واحد لكنه طبعا احتفظ بان المقاس بتاعي ام ستة زي ما كان على النوع التاني هو نقلق الاعدادات طبعا لو انا المقاس اللي ده انا اختارته فيه اكتر انا اتعملت تختار نوع يكون في مقاس تاني للخطوة جنب القطر علشان اوضح برضو نقطة تانية اللي هي لو انا مسلا اختارت المقاس ده فيه اكتر من نوع خطوة يعني لو الام ستة حاليه ما فيش فيه غير ام ستة في واحد مفيش ام ستة في حاجة تانية هو بيختار لي اول حاجة لو انا مسلا كنت مختار نوع زي مثلا ام عشرة فكانت برضو هيختار لي ام عشرة في واحد مع ان انا ام عشرة في واحد ورابع وواحد ونص فهنا المقصود ان هو هيختار نفس القطر اللي انت كنت محدده في النوع الثاني مع اختيار اول نوع قدامه في مقاس الخطوة المهم انه طبعا في النهاية بين اللي نفس الاعدادات بتاعته لو انا فعلت الابشن الثاني اللي هو السلوك الجديد طبعا بقى لو رهنا على البوزيشن حددنا بقى المكان احنا خلاص عرفنا الفرق بعد كده عندي بقى خيار في الاخر دي اللي علشان نكون عارفينها دي تطبيقات تصنيع موجودة على لو انت مشترك على الخاص بي فممكن تشتغل على تطبيقات دي اللي ام اي ودي تطبيقات خاصة بالتصنيع طب فايدة الخيار ده ايه لو انا بعد كده هاخد تصميم من عندي هنا اخش اشتغل على التطبيقات دي واعمل عمليات تصنيع فهنا بيقول ان انا ممكن اعمل تضمين للبيانات اللي انت هتحتاجها في التطبيقات دي طب ايه هي البيانات اللي بيعمل لها تضمين دي فبيعمل لحفظ معلومات لفيتشارز معينة بيكون شغلين عليها علشان نستخدمها في التصنيع الفيتشارز دي هي الهول وزارد والسيمبل هول والسرد والكوزميتك سرد لو انت عامل اي فيتشر من الخمسة فيتشارز دول داخل التصميم بتاعك فهنا مثلا لو انت هتحتاجهم في عملية التصنيع او في اللي هو اللي هو فبتعمل تضمين لهم علشان يحفظ البيانات والمعلومات بتاعتهم علشان لما تستخدمها على التطبيق ده طبعا لو انت مش مفعله فخلاص انت مش محتاجهم فحيح هنكتفر حد هنا في فيديو النهاردة وان شاء الله نكمل مع بعض بمع في فيديوهات تانية يا رب يا جماعكم كان الموضوع سهل والشرح بسيط لو في اي مشكلة لابدتكم اكتبالي في التعليقات او ابعتوا علي على الرابط اللي سواء لكم في صندوق الوصف ولا اعجبك الفيديو اعمل لايك اعمل مشارك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس لشان يوصلك كل جديد كان معكم محمى العياد سبحانك الله ومحمدك اشهدها ان لاي الا انت استغفرك وعطوبه اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته